مدينة غردايا الجزائرية تعود إلى الواجهة أحداث العنف الدائرة بين سكان المدينة من الإباضيين الأمازيغ والعرب السنة تفتح باب النقاش على مصرعي حول هذه الأزمة الجديدة القديمة صراع الهوية أو الطائفية كما يسميه البعض بين سكان غردايا يعود إلى قرون خلت وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن تاريخ وجود الإباضية في جنوب الجزائر يعود إلى ملاقل عن أحد عشر قرنا حيث انتقل الإباضيون مباشرة بعد سقوط الدولة الرسومية التي كانت تدين بالفكر الإباضي إلى الجنوب الجزائرية وأسسوا قرى صغيرة في المنطقة ويؤكد عدد من المؤرخين أنه مع وجود القبائل العربية التي استقرت في البادية القريبة من مدن الإباضيين بدأت الصدمات بين العرب السنة المالكيين والإباضيين الأمازيغ وأسس العرب في منطقة متليلي أول بلدة للعرب وانتهت كل المعارك بين الفريقين بالصلحة حيث توجد وثائق تاريخية تثبت ذلك وعلى مدى العقود الماضية شهدت غردايا أعمال عنف طائفية بين العرب والإباضيين حيث وقعت أعمال عنف في عام 1985 أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وفي عام 1989 ثم في العام 1990 تجددت المواجهات أما في عام 2008 فوقعت هذه المواجهات في منطقة بريان القريبة من غردايا وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص كما تسببت الصراعات المذهبية التي اندلعت في دجمبر من العام 2013 بين العرب والأمازيغ الإباضيين في خسائر بقيمة أربعين مليون دولار وقد استمرت هذه الصراعات طيلة العام 2014 ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة المئات ومع اندلاع دومة العنف في غردايا تتجدد مبادرات العاصمة ومقارباتها الأمنية لاحتواء أزمة طالت في غياب حل نهائي يضع حدا للاحتقان المذهبي والاجتماعي في المنطقة